ثمن رئيس اللجنة البرالامبية الجزائرية سليمان معاشه كفاءة الصين وقدورتها البشرية والمادية الفائقة في استضافة دورة الألعاب البرالامبية الشتوية بشكل منظم وآمن وسط بروتوكول صحي صارم مضيفا أن الاستراتيجية التي تبنتها الصين في تنظيم هذا الحدث كانت ممتازة تنظيم محكم الموارد البشرية المجندة لاحتضان هذه التظاهرة يعطوها أهمية كبيرة وإنجاح تظاهرة رياضية بحجم ألعاب شتوية بارالامبية أو بحجم ألعاب أولمبية أو دورات في المحافل الدولية تعتمد على الموارد البشري الصين في الجانب هذا يعطوها اهتمام كبير الموارد البشرية، تقنيين، مسيرين، إطارات صحية يعني كل هذه الأمور يعني درسوها جيداً والعملية تظهر أنها ناجحة من منذ الانطلاق رئيس اللجنة البرالامبية الجزائرية سليمان معاشو أعرب أيضاً عن أسافه لعدم تمكن الرياضيين الجزائريين للمشاركة في بارالامبية بيكين بحكم طبيعة الألعاب وكشف عن توقعاته الكبيرة وحماسه بشأن أداء الرياضيين الصينيين خلال هذه الدورة للأسف الشديد احنا يعني ما عندناش رياضيين مشاركين في الدورة هذه لأن هذه الرياضة الشتوية تقتصر على الرياضة الجليدية يعني حسب معلوماتي وللأسف يعني احنا بعض الدول اللي ما عندهاش مناطق جليدية يعني بش يكون عندها حظ أنها تشارك الفرق الصينية يعني عندها قدرات عالية جداً وإرادة كبيرة جداً عند لدوي الاحتياجات الخاصة خاصة الصينيين فلهذا أنا أتوقع جداً أو أكون متأكد من أنها الصين ستحتل المرتبة الأولى في حصد ميدالية هذه الألعاب الشتوية مقارنة مع دورة ألعاب برالامبية شتوية ممثلة وقيمة في السابق أكد السيد معاشو على أن الصين أظهرت أنها بلد عظيم يتمتع بكفاءات وإمكانيات هائلة لاحتضان مثل هذه التظاهرات بطريقة محترفة الصين يعني ما وش غارب عليها تنظيم تظاهرات بحجم الألعاب الشتوية أو أكبر منها يعني الدولة عظيمة وإمكانيات وسائل مادية وسائل مباشرية كما تحددت لك ممكن الصين في كل دورة ممكن أنها تظهر بإمكانات جديدة ترجمة نانسي قنقر